الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فيسروا إخوانكم في مركز نور على الدرب الترحيب بكم في اللقاء الشهري ونستضيف الدكتور هيثم محمد سبحان ليلقي على مسامعنا محاضاتا بعنوان المناهي اللفظية فليتفضل الشيخ مشكورا معجوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه لا وفلا مظل له ومن يظلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمدا عبد رسوله أحمد الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بأخواني في هذه البلد المباركة وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة أولا يا أخواننا أنا لست بأفضلكم لكن أريد أن أتذاكر معكم أمور مهمة جدا السلفية إخواننا اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد لا بد تظهر على السلوك النبي صلى الله عليه وسلم حمل حمى التوحيد لم يحمي التوحيد فقط حمى حمى التوحيد في العقيدة في المعتقد وفي الأقوال وفي الأفعال في الأفعال نهى عن الشرك الطواف بالقبور اتخاذ قبور الأنبياء ومساجد وفي الأقوال سد الطريق قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق استغاثة حكم هذا الاستغاثة جائزة حي حاضر قادر يعتقد أنه سبب أغلق الباب قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله أشد ما شاء الله أشد شرك أصغر أكبر أصغر قال أجعلت لي لله ندّا أجعلت لله ندّا شرك أكبر احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر بل ما شاء الله كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئد سنتكلم عن هذه النقطة أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة جائزة عند العامي أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة تحقق التوحيد حتى في الألفاظ في الحديث أبو طالب قال له النبي سعسر قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبى أن يقول الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك ما استطاع مع أنه حاك الكفر ليس بكافر لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ ما يستطيع يتكلم ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر ماذا قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يحقق التوحيد حتى في الألفاظ الأصل يقول قال أنا على كذا ما استطاع ما استطاع يرجع بالكفر على نفسه مع أنه حاك الكفر ليس بك هذه العقيدة السلفية فلا أتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز نعم يجوز عند العامة أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول وجئت سلبت عليه بعد أن انتهينا من العلاج وعلى يعني عادة هذه البلد في البلد هذه عندهم لفظة تقال عنده الشكر عند نهاية قلت له رحمة السلام عليكم غضب تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح هذا غضب لأنه قلت له رحمة قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعي إلى الله تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم تقول لي رحمة رحمة هذه يقولها عندي العوام أقولها أنا أما أنت تقول رحمة خطأ قلت يش أقول قال أنت تقول قلت أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء هذا يعلمني هو إذن إخواننا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري صحيح البخاري بماذا أمور منها الإخلاص كذا انتقى نصوص الفاظ الكتاب والسنة شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه بماذا ينتقى النصوص يتكلق من غير تحريف ولا تعطيل غير تكيف ولا تمثيل لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه قال هذا الذي جاء في القرآن فأنت تنتقل ألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سلفي تكون على هذا دخلت علينا بعض الألفاظ من الصوفية من المبتدعة من المشركين من الكفار نعم يخي أنت الآن داعية إلى الدعوة السلفية شئت أم أبيت صح هي نعم فلماذا تقول لي صباح النور صباح النور ايش صباح النور هذه المانوية يقول أن النور هو يخلق الخير فعندما تقول صباح النور كأنه اللي يأتي بالخير هو النور طب طب ماذا أقول الصباح الخير خطأ أيضا عندهم عند بعض علم قال لا تقول صباحكم الله بالخيرات بالخير في التحية السلام عليكم من الناس من يقول سلام عليكم خطأ السلام عليكم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام تسلم يعني ما تأتي خاصة الآن يعني التكلم بغير العربية أخواننا لغة كل مسلم كل مسلم هي اللغة العربية هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة ويفتخر البعض خاصة حاصة عندنا بغير حاجة هذا غير محتاج أن أتكلم معي باللغة الإنجليزية لماذا يقول لي good morning لماذا 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 يقول oh my god لماذا يقول thank you مثلا أوكي اشو كي فهذا الذي يتكلم معك يقول يا أخي أنا مسلم أنا لغتي اللغة العربية عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية لماذا أتكلم شيخ حمد الأنصاري رحمه الله يقول جاء أنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم أنشئوا المدارس ندفع لكم أموال نبني لكم بنايات درسوا العقيدة درسوا القرآن درسوا كل شيء بشرط واحد تتعلموا اللغة الفرنسية يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر كافر استغرب أنت الشيخ حمد قال أنا طالب وهذا فبهت ومن العلماء ما استطعت أن أصنع شيء هاجرت كان كل الخير في طاعة للعلماء في غير معصية الله كيف كفر كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية تتأثر الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات يا سلام يا حبيبي خلق الروايات رواية مدرمين الملحد ورواية الكافر وفيها أعوذ بالله ماذا لا يستفيد من الروايات طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنية كفاية الشباب الآن يحدثوني وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد الأغاني أناشيد أغاني لا شيء لا فر لماذا لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات حب الكتاب وحب ألحان الغينة في قلب عبد ليس يجتمعاني برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغينة فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام جعلوا ياكم منهم وعاشوا على دندنة دندنة ماذا فيها هل فيها كلام طيب إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن كيف يكون هذا هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنشيد منظومات لا إشكال الأسماء غيروها علينا كيف غيروا الأسماء والله غيروا أسماءنا أحب الأسماء إلى الله من يعرف الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن صح ما يسمي عبد الله عبد الرحمن ما أحد يسمي عبد الله عبد الرحمن الأب يتعب ويذبح عقيقة صح؟ ويسميه عبد الله والناس تناديه عبودي عبادي عبده صح؟ وعبد الرحمن دحمي دحم وجيه المهم محمد قال لا حمادة حمام حمودي ميمو اش ميمو هذي يخواننا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه عبد الله عبد الرحمن ما ترتضيها قال لا يسميه عبد المطلب لماذا؟ هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ لا هل أقر بهذه التسمية؟ لا هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير هذا قال أنا النبي له كذبا ابن عبد المطلب لكن ما سمى أحد بهذا ثم أنت الآن تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه تأخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى إذن لماذا ننادي بعض الأولاد الآن حمودي وعبادي وعبودي وميم وحمام إخواننا إشكال في الأسماء عندنا كبير جدا حتى أدخل عند العرب عندنا إشكال أيضا العرب ما يذمه غير العجب غير العرب وهذا ما يذم هذا الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا في الكويت وفي السعودية في كل مكان لا هذه جاهلية فخر بالإحساب والطعن في الأنساء إشكال أيضا قال من قبيلة من؟ وكذا وانت حاضري وانت بدوي حتى بين أخواننا السلوذين ما يمكن يكون هذا ممكن تعرف بنفسك لا إشكال حتى كثرة السؤال من هي عنها أو لا نهينا عن كثرة السؤال نعم أو لا يا إخواننا طب لماذا يسألك هذا من وين أنت وما تجيت وكما رصيدك في البنك كش علاقتك أنت من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه ومتى تسافر ومفين نزلت وفي أي فندق وتعشيت وتغديت ما لك علاقة يا أخي من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه والله لو تركنا ما لا يعنينا سعيدنا في عالم من علماء موريتانيا هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر لأنه لديه ورد يومي مراجعا فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا حصل انقلاب قبل خمس سنوات في موريتانيا يطالع السياسة ألم حصل انقلاب على رئيس موريتانيا فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي مشكلة في الدولة انقلاب فقال للإمام يا شيخ حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا لم يلتفت إليه لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق ضاعت الدقائق اختل البرنامج ما التفت إليه يقول المؤذن بعد قرابة سنتين سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة فراغ ممكن نص دقيقة قال بسرعة بسرعة قل من الذي حصل على انقلاب؟ قال ياخي روح خليت في ذكرك أحسن لك والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا اش عندك؟ ياخي اسأله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صح؟ ما ياركان الإسلام؟ ما ياركان؟ مجالسنا لابد أن تكون مجالس سلفية النطق ما تنطق كما أن الكلام منهما هو مذموم السكوت منهما هو مذموم صح أم لا؟ هذا مذموم وهذا مذموم فليقل خيرا أو ليصمن لكن أحيانا يكون الكلام واجب شكرا